طيب هنا ملخص الحلقة أو الصفحة 14 عن تاريخ كندا كندا هشري وفيها بس معلومات هي الصفحة كبيرة فيها كلام كتير ولكن المعلومات اللي فيها مش كتير يعني مش محتاجين نعرف منها معلومات كثيرة أول حاجة يوروبيونيكس بلورد كندا إن الأوروبيين هما اللي استكشفوه كندا من العالم الجديد لازم نعرف المعلومة دي وده معلومة برضو بديهية إن السكان الأصليين كانوا بيعيشوا رحالة بالصيد وجمع الطعام يعني الزرع يعني عدد كبير من السكان الأصليين ماتوا بالأمراض الأوروبية نتيجة إن الأوروبيين كانوا بيجوا عليهم من بلدهم أوروبا أو من أوروبا وكان ما عندهمش مناعة السكان الأصليين ما كانش عندهم مناعة فاللي كان مثلا ياخد برد أو يتعدي بأنفلونزا من الأوروبي فتلاقي السكان الأصليين خدوا العدوى وما عندهمش مناعة فكانوا بيتوافوا أو بيموت أعداد كبيرة منهم طيب بعد كده الفرس تيريبيانز فيه شخصيتين مهمين أول شخصية جون كيبت دي نعرفها جون كيبت ده اللي رسم كندا إيست كوست ده رسم أول خريطة للساحل الشرقي لكندا كندا إيست كوست وتاني شخصية اللي هو جاك كارتير ده عمل رحلات استكشافية عمل رحلات استكشافية في المحيط الأطلنطي سمع اتنين من السكان الأصليين مأصورين بيتحدثوا وبيقولوا كلمة كندا معناها بلغتهم ومن هنا بدأ اسم كندا يظهر على الخريطة بس ودي برضو ملخص صفحة 14 ونكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة